دعت عصارة شعبية نجفية إلى حل مجلس المحافظة كونه لم يقدم شيء يذكر على كافة الأصعدة خصوصا في الجانبين الرقابي والتشريعي الأمر الذي أنعكس سلبا على أقرار القرارات المهمة التي يحتاجها المواضر النجفي أخويا العزيز مجلس المحافظة ما قدمنا فتشيء نحن كمحافظة النجف فنرجو من السادة المسؤولين أنه شيء ما بفائدة يلغو نهائيا لأنه موظف ديت قاض راتب من الدولة وميقدم فتشيء هك باع الشوارع باع كل البجالة فيما اعتبر مراقبون للشأن السياسي أن المجلس المذكور أصبح أداة سياسية واضحة متجاوزا بذلك عمله الذي وجد من أجله أكدوا أن حله أصبح ضرورة ملحة مجالس المحافظات اليوم هي مجالس سياسية أكثر منها مجالس خدمية لأن الهدف الأساسي لها هو تشريع رقابي لا أتدخل بعمل دوائر الحكومية اليوم بات أمرا ملحا حل هذه المجالس التي لا فائدة منها للمواطن وهناك اليوم تسعة دوائر حكومية في النجف تدار بالوكالة لا يستطيع مجلس المحافظة حسم هذا الموضوع وكل هذه الملفات فيها خدمة المواطن لأن هناك توافقات سياسية لم يتفق فيها أعضاء المجلس يذكر أن مجلس النجف وتسعة دوائر مهمة تدار بالوكالة منذ وقت ليس بالقصير بسبب المماحكات السياسية الدائمية بين الكتل والأحزاب داخل المجلس ويرى آخرون أن وجود تلك الصراعات التي يشهدها مجلس المحافظة تأتي إلى عدم وجود توافق استراتيجي حقيقي بين أحزاب النجف والكتل المشكلة له من النجف على الحاج الشرقية نيوز